مصفتنا اليوم قطاي في البيت بطريقة جدا سهلة وجدا لذيذة بعجينة رهيبة لازم تجربوه وتعتمدوها احتشت لكوبين من الدقيق اضفت عليه نص كوب من السميد ملعقتين كبيرة من السكر ريشة فانيلا واضيف عليه ملعقة صغيرة وخميرة وملعقة صغيرة بيكين بودر واغلبها هضيف عليها ثلاثة اكواب من المياه واخلطها طبعا تقدروا تستخدموا خلاط الجك بعدها سبتها ترتاح لمدة عشرة دقائي واجهز الحشوة عبارة عن جوز جوز هند والسكر ورشة تقرفو اقلبها هبدأ اصب القطايف على صاج يكون حامي لحد ما تختفي منها الفققية حشيلة وتكون جاهزة بهذا الشكل تقدروا تعملوا منها اشكال الصغيرة اللي بالقشطة وكمان هاد الاشكال اللي احشيها بالجوز حشيتها وقفلتها بهذا الشكل وقليتها في زيت غزير يكون حامي وبعدها انزلها بالشيرة والحبات الصغيرة حشيتها بالقشطة ما احكي لكم قد ايش لذيذة وبالعافية عليكم لازم تجربوها وتعتمدوها